الوطني العام تعرض المؤتمر الوطني العام منذ استلامه السلطة في 8 أغسطس 2012 إلى عدد من الاقتحامات التي عطرت سير عمله وعرضت أمنه وأمن أعضائه لمخاطر جسيمة وقد كان آخر هذه الاقتحامات ما قام به عدد من شبابنا من ذوي الإعاقة في الثالث من فبراير 2013 شاهدين فيه أسلحتهم داخل قاعة المؤتمر الأمر الذي أدى إلى إيقاف جرسات المؤتمر في مقره المعتاد منذ ذلك الحين وقد اتخذ المؤتمر ومنذ ساعة الاقتحام العديد من الترتيبات بخصوص التحاور مع المقتحمين وكان على رأسها تحاور رئيس المؤتمر وأعضائه معهم بشكل مباشر ثم اجتمع بهم وزير الجرحة ونظر في مطالبهم كما قام عدد من أعضاء المؤتمر بالتحاور معهم لبحث كيفية الاستجابة لمطالبهم وقد عرض عليهم رئيس المؤتمر الوطني العام الإقامة في فندق مريح حتى يتسنى للمؤتمر العمل داخل القاعة ومناقشة ما قدموه من مطالب كما تدخلت الحكومة فأرسلت وزير النفط والغاز للحوار معهم وتحاور معهم كذلك قام أحد أعضاء المؤتمر الوطني العام بالتنسيق مع مجلس شورى طرابلس الكبرى وأحد نواب رئيس الوزراء وبحضور النائب الثاني لرئيس المؤتمر وقد تم بعد ذلك التوصل إلى اتفاق مع الحكومة لتلبية كافة مطالبهم وجدير بالذكر أن المؤتمر الوطني العام كان عاكفا قبل حادثة الاقتحام على دراسة مشروع قانون يعالج أوضاع مبتولي الأطراف جراء حرب التحرير بشكل تستفيد منه هذه الفئة في كل أرجاء البلاد وقد صدر هذا القانون بتاريخ 26.02.2013 تحت رقم 4 لسنة 2013 وقد تضمن أحكاما تلبي مطالب هذه الفئة إلى جانب قرار آخر من الحكومة بمنحهم منحة مالية شهرية قيمتها ألفي دينار لكل فرد من أفراد هذه الفئة غير أن كل هذه الجهود قوبلت بالرفض والمراوغة من قبل المقتحمين وخلال فترة تواجدهم داخل قاعة المؤتمر كان المقتحمون يعاملون معاملة طيبة ولم تمنع عنهم متطلبات الحياة اليومية وكان هناك تواصل يومي معهم من قبل منظمات المجتمع المدني ومجالس الحكماء وبعض أعضاء المؤتمر الوطني العام سعيا إلى إخراجهم من القاعة بشكل لا تمس فيه كرامتهم وليتمكن المؤتمر الوطني العام من الاستمرار في عمله في مقره المعتاد ولكن كل ذلك دون جدوى مما اضطر المؤتمر الوطني العام إلى عقد أحد اجتماعاته في سرادق داخل مقر مكاتب لجانه واضطر إلى أن يعقد باقي الاجتماعات الأخرى في قاعة أحد الفنادق وانطلاقا من أن المؤتمر الوطني العام هو السلطة العليا في البلاد وصاحب الشرعية فيها ولديه استحقاقات غاية في الأهمية ينتظرها الشعب الليبي ولا بد عليه من إنجازها في مواعيدها وبعد استنفاذ كافة الوسائل واستخدام كافة الوساطات لإنهاء هذه الأزمة وإخراج المقتحمين من مقر عمل المؤتمر وجد المؤتمر نفسه مضطرا لاستصدار القرار رقم عشر لسنة 2013 والمؤرخ بتاريخ 25-22-2013 هذا القرار الذي كلف بموجبه الأمن الرئاسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاع قاعة المؤتمر بما في ذلك له الاستعانة بمن يراه ضروريا لتنفيذ هذا القرار وبناء على ذلك القرار فقد عقد الأمن الرئاسي اجتماعاته لتنفيذ هذا القرار مع الداخلية والدفاع وفي ساعة مبكرة من صباح هذا اليوم قامت المجموعة المكلفة بتنفيذ هذا القرار بالتوجه إلى قاعة المؤتمر لمحاورة المقتحمين والطلب منهم بأن يغادروا القاعة إلا أن الشباب المتواجدين داخلها قاموا بتحطيم محتويات هذه القاعة وإلقاءها على أفراد المجموعة المكلفة بتنفيذ القرار كما تم رماية مجموعة المكلفة بتنفيذ هذا القرار تم رمايتهم بالرصاص وبشكل عشوائي وبأسلحة مختلفة وبجلاطينة قدر الله أنها لم تنفجر الأمر الذي ترتب عليه إصابة أربعة أفراد من المجموعة المكلفة بإخلاء القاعة تم معالجة ثلاثة منهم وغادروا المستشفى بينما لا يزال الرابع في العناية المركزة نسأل الله له الشفاء العجل ولم يصب أحد من مبتلي الأطراف بأي أدى إن المؤتمر الوطني العام يؤكد بالشعب الليبي أنه تعامل مع هذه الأزمة بشكل راعى فيه عدم تعريض الشباب من مبتوري الأطراف لأي ضرر وفي نفس الوقت فإن المؤتمر عازم على عدم السماح مستقبلا بأي اعتداء كان على مقرات الدولة وعلى هيبتها أو العبث بمقدرات الوطن وجره إلى تجاذبات تعيق بناء الدولة التي طالما حلم بها الليبيون واستنادا على ذلك فإن المؤتمر الوطني العام يطلب من النائب العام الاستعجال في استكمال إجراءات التحقيق في واقعة الاقتحام هذه منذ بدايتها وتقديم تقرير مفصل للمؤتمر الوطني العام بهذا الخصوص ويؤكد المؤتمر الوطني العام أنه وكما عمل خلال هذه الأزمة على استمرار اجتماعاته فإنه عازم على استمرار عقاد جلساته بشكل معتات من مقر آخر إلى أن تحل هذه الأزمة ويدعو المؤتمر الوطني العام كافة مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى ضرورة التنبيه لأهمية هذه المرحلة واستحقاقاتها والتعاطي مع كافة المستجدات بكل جدية ومسؤولية المؤتمر الوطني العام صدر فيه 3.03.2013